تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب فايف اللي بتجيكم مني أنا محمد عوادة عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كثير ناس بتعاني لما تواجه رونالدو تقريبا كل عنديت كرة القدم يا ضربهم يا كواهم يا أحرق مرماهم على قولة فهد الاعتابي لكن رونالدو زي أي واحد من الناس بتمر عليه فترات صعبة أيام صعبة في حياته مباريات مستحيل ينسى هاشعر فيها أنه ربما وصل أعلى درجات الإحباط فكرة الحلقة ألهمتنا إلى اليوم اللي صار معاه في مباراة أولد ترافور ضد ريفربول والخسارة الخماسية الساحقة جدا أمام ريفربول أمام تألق محمد صلاح الرهيب ثم المباراة اللي بيشبه استسلام الفريق بيخسر فيها الديربي أمام منشستر سيتي رونالدو ما كان موجود في ذلك المبارتين إلا بالاسم زيه زي كل اللاعبين تقريبا كانت مبارتين اتعرض فيهم رونالدو لكثير تساؤلات شو رجعك عايو نايدت بهاي الفترة هذا الفريق أبدا ما عادي فكر بعقلية البطولات اللي إجيت عليه فيها أول مرة لكن في الحقيقة كريستيانو رونالدو متعود على أيام الصعبة بل إنه هو رجل الأيام الصعبة هاي الأيام الصعبة بتسقله بتخليه أقوى بتخليه يرجع ونتذكره أفضل وأفضل بإنه رجل مستحيل يستسلم عنا في حلقة اليوم خمس أيام صعبة في تاريخ رونالدو خمس أيام رونالدو اتمنى لو يرجع فيه اليوم بس يوم واحد عشان يجرب حظه مرة ثانية نبدأ باليوم الصعب الأول رونالدو جاء إلى ريال مدريد في 2009 كان عم بيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 وبفوز بلقب 2008 وبفوز بالكورية الذهبية أيضا لألفين وثمانية لما جاء بألفين وثمعة جاء معنا أسماء كبيرة جالاكتيكوس جديد كاكا بنزيمة شابي ألونسو الفريق هذا مطالب يفوز بالعاشرة حسب ما أعلن فلورنتينو بيريز الرئيس القادم من جديد بدأت الأمور بشكل تمام في الدور الأول الفريق بيتصدر على ميلان وعلى مرسيليا إلى دور الستة عشر القرعة بتبتسم لكن ابتسامي ماكرة وبتقولهم إلعبوا مع ليون في دور الستة عشر ريال مدريد له ثار عند ليون من قبل سنوات قليلة كان ليون عم بيصحق ريال مدريد بثلاثية مستحيل ينسوها المدريديين فإجت الفرصة لرونالدو ورفاقه يأخذوا بتال ريال مدريد ويتقدموا لدور الثمانية لأنه ليون يعتبر خيار ممكن تهزمه في لقاء الذهاب فاز ليون بهدف مقابل لا شيء الأمور ما توترت طبيعية ريال مدريد أكيد بيقدر يرجع في البرنابيو ومع أول ست دقاق في الشوط الأول كريستيانو رونالدو بيسجل هدف اتعادلت الأمور ثم عاصفة فرص مدريدية هيجواين براوغ الحارس ومسدد بالعارضة رأسية رونالدو فوق المرمى كاكرايح جاي في المدافعين لكن الهدف ما إيجا وشوي شوي أصبح ليون يدخل جو اللقاء بدأ يقدر يسيطر على مفاتيح لعب ريال مدريد وبالشوط الثاني كان ليون هو الفريق الأفضل وسجل ميراني من بيانتش هدف التعادل قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء حاول ريال مدريد يرجع ما قدر يخلق فرص كافية عشان يفوز تأهل ليون خرج ريال مدريد من جديد بعقدي كانت من أزميته وهي عقدي الدورة الستة عشر ورونالدو عرف إنه المهم اللي جاي عشانها إنه يفوز بالعاشر مع مدريد مش حتكون سهلة زي ما بيتصور وروا على رقم أربعة عيد ميلاد الواحد فينا بيتذكر وبيفرح فيه وبعد ما تعمل عيد ميلادك سواء احتفلك فيه حقا ولا بس مجرد عشت ذلك اليوم دائما هتتذكر أشياء جميلة صارت فيه إلا كنسيانو رونالدو في ذكريات عيد ميلادو شي بيشبه هاني شاكر وقولته عيد ميلاد جرحي أنا رونالدو مولود في 5 فبراير لكن قرر يعمل عيد ميلادو ب7 فبراير ليش؟ لأنه كان فيه ديربي مدريد في ذلك التاريخ 7 فرونالدو قال أنا لازم ألتزم وأتدرب قبل وما أحتفلش وما أسهرش قبل الديربي لازم أكون 100% جاهز لهذا الديربي رونالدو كان أيضا موقوف مباراتين قبل الديربي نتيجة ضرب وأحد لعبيه قرطبة فكانت عودته تعتبر حافز معناو إلى المدريديين إيجا البطل ينقضنا لكن اللي حصل غير كل هذا تماما أتلة كومدريد بفوز برباعية نظيفة أوبيس حق ريال مدريد في موسم 2014-2015 الفريق كان مستسلم تماما مش قادر يجاري أتلة كومدريد وأنشلوتي يرتكب الخطأ الفني تلو الآخر ريال مدريد قبل ذلك اللقاء كان متصدر بأربع نقاط بعده فقد توازنه تز تماما خسر الصدارة وخسر الدوري بالنهاية لصالح برشلونة زي ما بنعرف وتعتبر هذه المباراة مباراة حاسمة أدت بالنهاية إلى إيقالة أنشلوتي مش هنا قصة رونالدو ولا حزنه عن رباعية الحزن الحقيقي كان باللعن رونالدو عمل حفلة عزم عليها سامي خضيرا وخيمس رودريقز الاثنين يجوا عيد ميلادو ويجي ناس كثير الإعلام ثاني يوم سرب فيديوهات رونالدو بحتفل رونالدو بيرقص رونالدو بيغني أنت ماكل أربعة الصبح وبتحتفل بالليل شو عم تعمل؟ توتر كبير ضغط إعلامي كبير محاولة إيطاحة بكريستيانو نفسه اتمنى لو أنه ما عمل هيك شي لكن خور خيميندس طلع وحاول يدافع عنه ويقول إحنا هذا العيد الميلاد مخططين له من شهر وجايين ناس من بره إسبانيا كانت قلة احترام نلغيه عشان الخسارة كما أنه رونالدو كان محطم تماما بعد الخسارة فأصدقاءه حبوا ينسوا هذه الخسارة بأنهم يحتفلوا بعيد ميلادو ذلك الاحتفال ذلك عيد الميلاد كان سبب توتر أثر كثير على موسم ريال مدريد وكاد أن يؤدي لرحيل رونالدو زي ما بنعرف لأنه بعدها بدأت تطلع أخبار رونالدو حابب باريس سان جيرمن والروع رقم ثلاث لو سألت رونالدو مين في منتخب هيك عمل لك عقدي في حياتك حيقول لك ألمانيا لعبت معهم ثلاث مرات في اليورو غلبوني لعبت معهم مرتين في كأس العالم غلبوني واحد من المرات في كأس العالم كانت في مونديال 2014 برتغال جاي محة ثلاثة جايبين دوري أبطال أوروبا إكوانترا و بيبي وعلى رأسهم طبعا كريستيانو أسماء كثير واعدة في المنتخب البرتغالي جايني واجهه ألمانيا فالمباراة الافتتاحية بعد دقائق قليلة بس المباراة بتصير هدفين مقابلة شيء أو بالدقيقة 37 بينطلد ببدي رونالدو مختفي تماما عن أرض الملعب بش قادر يعمل شيء ضايع البرتغال كلها ضايعا وألمانيا بتسرح وبتمرح بالرقة اللي فازت فيه في رباعية نظيفة بإحدى اللقطات كان في إحراج كبيرة رونالدو ركل حرة مباشرة بحطوله إياها وبوقف قدامه مدافع واحد من المنتخب الألماني في البلام فبينطلق رونالدو سهل تمر ضربة الكرة بالمدافع وكأنه النحس لما يلبس اللاعب بيلبسه لأسوأ الظروف وعلشان تزيد صعوبة تلك الليلة على رونالدو قبلها بيوم كان ميسي عم بسجل هدف فوز الأرجنتين في البوسنا والهرسك 2-1 وبنعرف التنافس بين الاثنين والغيرة الإيجابية اللي كانت مسيطرة عليهم رونالدو بالنهاية خرج من الدور الأول في كأس العالم وأمريكا تأهلت مع ألمانيا للدور التالي تلك الربعية كانت مؤلمة جدا لرونالدو لأنها هزت فرصه بكأس العالم أخرجته من الدور الأول بسابقة ما كان يحب أبدا تتسجل باسمه وبالنسبة لخماسية ليفربول اللي حكينا عنها مش هتكون معنا لأن هي اللي ذكرتنا بحلقة اليوم لكن في شي زمان عمله ليفربول برونالدو فمش جديد عليه يسقط أمام ليفربول بالأول تترفض بنتيجة سحقة كان العام الأخير لرونالدو عام 2009 كلنا عارفين أنه بالصيف رح يطلع من يونايتد ويروح على ريال مدريد وهو لتلك اللحظة كان المتوج بالكرة الذهبية وأفضل لاعب بالعالم لأنه لسه موسم 2008-2009 ما خلص في الجولة 29 من الدور الإنجليزي من يونايتد كان حاسم الدوري لفارق 10 نقاط بعيد كثير السير أليكس بفريقه عن الآخرين تشيلس ليفربول في المركز الثاني بفارق 10 نقاط والمباراة بالأولد ترفورد ليفربول مع رافا بنيتز تنافسية معروفة مع فريكسون في تلك الفترة بيجوا بيلعبوا مع يونايتد بيتقدم يونايتد بسرعة بهدف عبر رونالدو لكن الرد كان ساحق وماحق وكاسح فجأة هدف وراء هدف أربعة واحد لفربول بيهزم يونايتد في الأورد ترفول ليلي سيئة جدا ما استوعبها فريكسون لمستقل أنه خرج بتصريح كثير ناس سخرت منه وقتها قال لقد كنا الفريق الأفضل لكنهم فازوا أربعة واحد كانت ليلي حزينة تفوق فيها بالمقابر فرناندو توريس عكريستيانو رونالدو كانت ليلي حزينة لأنها كانت آخر قمة من يونايتد ليفربولي بيلعبها كريستيانو كان نفسه يترك أثر إيجابي أفضل لكن بالنهاية الفوز بالدوري نسى الناس كثير تلك الخسارة والروح على يوم ربما يعتبر أصعب يوم في تاريخ رونالدو وأصعب يوم في تاريخ كل مدريدي وأصعب يوم في تاريخ مورينيو الست اتنين ما كثير أثرت نفسيا وذهنيا وجرحت وصدمت قد اللي بنا نحكيها نتيجة اليوم ريال مدريد جمع الجالاكتيكوس ما ضبطت أول موسم راحوا جابوا مورينيو اللي جاي بالثلاثية مع الانتر واللي هازم برشلونة في نصف النهائي ومنقض ريال مدريد من أن برشلونة يتتوج بدوري أبطال أوروبا 2010 في البرنابي وكان فضل كبير مستحيل ينسوا المدريديين لمورينيو فجاء جوزي مورينيو وجاء الآن يلا نلعب وريال مدريد بادئ الدوري بشكل ممتاز وبيتصدروا وبيجي موعد الكلاسيكو في الكامب نوب أذكر جيدا يعني المتفائل جدا ببرشلونة بيقولك من فوز ثلاثة واحد اثنين واحد ومعظم الناس كانت مايلي إن هالمباراة أقرب للتعادل لأنه الاثنين قويين لكن بلشت المباراة دور على المدريديين مش موجودين لا هون ولا هناك في ملعب لون واحد برشلونة هدف ورد ثاني وكزيس بس بس يسلم كرة بيعطي سنتره لو سمحته والنتيجة خماسية نظيفة ولقطات لا تنسى إحباط لرونالدو بيركض من لاعب للاعب من لاعبة برشلونة مش عارف ياخدوا الكرة إحراج كبير ليلة الصادمة أحرجت كثير مدريديين أو شعروا إنه شو شو مع منا صعب جدا إنواجه برشلونة كانت ليلة مستحيل أنسها بردة الفعل الإعلامية بردة الفعل الجماهيرية بالسوشال ميديا كانت لسه مش متأصلة زي هلا لكن المواقع الإلكترونية كان أي خبر تنزده عن المباراة يروح طاير لمية ألف قراءة بس في فرق إنه رونادو بتلك الليلة المؤلمة بتلك الليلة الصعبة رجع ولعب نهاية الكأس ضد برشلونة في نفس السنة وفاز بهدف نظيف سجله هو برأسية تحليقية لا تنسى وهذا كان قصدي إنه الأيام الأصعب على رونادو بتشحنه وبتخليه أقوى ما بتحطه وهذا كانت ميزته عبر التاريخ ربما الخماسية البرشلونية هي أسوأ أيام رونادو لكنها ربما كانت الليلة اللي خلته يفهم إنه مطالب يكون أقوى بكثير مما تخيل خصوصا إنه كان له تصريح قبل ذلك اللقاء كان برشلونة فيزع المرية بـ 8-2 بسألوه عن النتيجة الكبيرة قالوا منشوف إذا بسجلوها فينا فرحوا سجلوا خمسة فيه بأصبحت أخذ عليه وكانت عربيا يتعارف على مورينيو لسنوات بخمسين يوم من كتر ما تلك النتيجة كانت مؤلمة وصادمة المدريديين وشفت غريل البرشلونيين من الحرب الإعلامية اللي كانت عم بتصير لكنها مباراة ردها رونادو بهدف زي ما حكيت وعاد بالكام بنو السنة اللي بعدها وسجل هدف كالمة كالمة إشه هي هذه خمس ليالي صعبي جدا في تاريخ رونالدو بيتمنى ما يعيشهم مرة تانية انتوا حكولي شو في ليالي صعبي على رونالدو بالتعليقات كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تابعوني على سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله